السلام عليكم أحبائي اليوم سوف نمر إلى شرح درس المفئول المطلق الحصة الأولى صفحة 92 من كتاب المنير في اللغة العربية المستوى الخامس ألاحظ وأكتشف أقرأ النص وأستخرج المصادر مشتقة من الأفعال الصحفيات الصغيرات فرح مدير مدرستنا فرحا حين ندمت تعاونية المدرسة الندوة تنظيما جيدا فشارك فيها الجميع مشاركة فعالة سألت حليمة المديرة سؤالين فأجابها إجابة واضحة مهنئا كل الصحفيات الصغيرات فصفق له أعضاء الفريق تسفيق المعجبين نتبه معي هنا أحدد الأفعال ومصادرها الموجودة في كل جملة عندنا هنا فرح مدير مدرستنا فرحا فعلها فارحا والكلمة المشتقة مع الفعل في الحروف هو فرحا نوعها مصدر دورها في الجملة تأكيد وقوع الفعل وحركتها النص بطبعا سألت حليمة المديرة سؤالين يعني سألته سؤالين السؤال الأول والسؤال الثاني يعني هنا يوجد العدد سألته يعني العدد العدد الأسئلة كان هو سؤالين سأل فعلها سأل الكلمة المشتركة مع الفعل في الحروف سؤالين نوعها مصدر إذن دورها في الجملة بيان عدد مرات وقوع الفعل هنا وقع مرتين وحركتها منصوبة سفق أعضاء الفريق تسفيق المعجبين فعلها سفق والكلمة المشتركة مع الفعل في الحروف هي تسفيق نوعها مصدر ودورها في الجملة بيان نوع الفعل يعني سفق مثل تسفيق المعجبين تسفيق المعجبين إذن هنا بيان نوع الفعل ودائما حركتها منصوبة إذن الإسم الذي ينساق من حروف الفعل ويأتي لتأكيد وقوع الفعل أو بيان عدد مرات وقوعه أو لبيان كيفية وقوعه نسميه مفعولا مطلقا أكمل استنتاج بما يلي الفعل لتأكيد منصوب عدده إذن المفعول المطلق مصدر منصوب يساغ من حروف الفعل يأتي المفعول المطلق لتأكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده أملأ الجدول حسب المطلوب شاهدت شريطة مشاهدتين نتبه هنا مشاهدتين مثل سؤالين يعني العدد قرأت البنت الأخبار قراءة الصحفي يعني قرأتها مثل قراءة الصحفي قرأتها مثل قراءة الصحفي وندم الصحفي يعمله تنظيما إذن سنرى المفعول مطلق هنا مشاهدتين في الجملة الثانية قراءة والجملة الثالثة تنظيما إذن في الأولى لبيان عدد مرات وقوع الفعل ثانية لبيان نوع الفعل والثالثة لتأكيد وقوع الفعل إن شاء الله في الحصة المقبلة سأقوم بشرح هذا الدرس شرحا مفسلا بإعطاء أمتلا وسنقوم بعدة تمارين لكي نسوا عباء الدرس أكثر شكرا على المتابعة وإلى اللقاء